شراكة لأول تطبيق لبرنامج الإدارة والتشغيل المشترك للمستشفيات الحديثة في مستشفى النجف الأشرف التعليمية بشراكة عراقية إيطالية انطلق برنامج الإدارة والتشغيل والصيانة في مستشفيات النجف كأول محافظة عراقية تنفرد بتطبيق هذا البرنامج الذي سيستمر لمدة عامين قابلين للتمديد تم الافتتاح الرسمي لبرنامج الشراكة بين مستشفى النجف الأشرف التعليمي وشركة ساندوناتو الإيطالية وهذا البرنامج هو الأول من نوعه وتميزت محافظة النجف أنه هي من أول المحافظات التي باشرت بهذا البرنامج طبعا عقد وزاري لمدة سنتين قابل للتمديد سنة ثالثة وطبعا المفروض يرتقي بمستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمواطن وتقول الشركة الإيطالية المشاركة بهذا المشروع أن الرؤية والهدف الأساس هو الحد من تكبد المواطنين العراقيين عن السفر خارج البلد للبحث عن مساويات طبية وصحية متطورة مؤكدة أن سعيها لتطوير العمل هنا والارتقاء بالمساويات الطبية المتوفرة هدف افتتاح هذه المستشفيات هي للحد من ظاهرة خروج أبناء الشعب العراقي إلى الخارج للبحث على مستويات وخبرات صحية عالمية من أجل الدواء ونأمل ونهدف في افتتاحنا لهذه المستشفى بالحد من هذه الظاهرة قدر الإمكان ونرتقي بخدمات هذه المستشفى ومستوياتها الطبية مواكبة للتدور والحداثة العلمية وتحديدا في الجانب الصحي التي تسعى النجف الأشرف إلى تطبيقها على أرض الواقع بغيتا مضاهات القطاعات الصحية في العالم والتخفيف عن كهل المواطن الذي يتكبد عن السفر خارج البلاد بحثا عن مؤسسات صحية توفر له ما يحتاجه من النجف الأشرف محمد الغالبي واني نيوز